يكاد الأمر لا يصدق الطفل جابريال واقع في خضم ما يشبه الصراع بين الحضارات بالنسبة لعائلته الختان تقص يربطه بتقاليد ديانته القديمة العهد والمسلمون أيضا يتبعون التقليد عينه ويتم استخدام البنج لجعل الختان أقل ألما أما من وجهة الناس نظر بعض العلمانيين في أوروبا ختان الصبيان تقليد قاس ومن طراز عتيق ومراسم الختان تجعل عيون الأم تدمع بكيت خلال المناسبة فهي فريدة لكن ذلك لا يعني أنني ترددت في الأمر وقد تحدثت لنا قبل العملية عن حقيقة مشاعرها وأهمية التقليد ينتابني شعور كاللب والتي تريد حماية طفلها لكن بشكل عام أنا مدركة أن هذه هدية كبيرة لمستقبل طفلي أما منتقدوا هذه النظرية فيرفضون الاعتقاد القائل أن الختان يخلق رابطا بين الطفل وإله العهد القديم أو مع نبي الإسلام إذا كنت تتكلم في الأمور الدينية فأنت لا تركز على الطفل وتنسى أمره أنت تتكلم عن أمور غير ملموسة عندما نتطرق إلى الختان نحن نتحدث عن حق الطفل في أن يحظى بكل جسده إسرائيل ردت باللجوء إلى وجوه معروفة في عالم الطب لتكون لها اليد العليا في هذا النقاش أعري غرينسبان طبيب أسنان ويقوم أيضا بختان الأولاد ولا يكتارث لوجهات النظر العلمانية لا تهمني وجهات النظر المعارضة فالختان لا يؤذي الطفل بل هو مفيد لصحته فلماذا لا أنفذ ما أؤمن به؟ ختان جابريال كان مشهدا مؤثرا وهو تقليد يعود إلى العهد القديم العائلات اليهودية والمسلمة حول العالم تؤثر واجباتها الدينية على القيام المتغيرة في العالم الحالي